انجا او ان ايضا نهيي الفم على مخرج الجين من غير الضغط انجا لما نصل للجين هم نضغط. انتبهنا كيف? عبس وتولى انجا. لما بتقول جا هنا تضغط. من شيء. ايضا نهيي الفم على مخرج الشين. ها سمع. ميه اغلبه غنى ومعه صويت فموي. ميه مو اكتر. الان في بعض الشباب طالعين بيلك ميه ميه بتلاقي ما شاء الله فاتح زمور. ما بصح هذا العمل ها. ميه ميه اغلبه خيشومي وصويت من الفم. مين قبل اتكلمنا عنها منذ قليل. الانسان سهلة. الانسان نهيئ الفم على ما خرج السين. الانسان من غير الضغط. سان. لما ما نقول سان عنده اذن نضغط على السين. الدال. الدال هذي كمان الطاء والدال والتاء. هدول الثلاثة. الطاء والدال والتاء. هدول بيطلعوا من نفس المكان. ما قال الجزري. والطاء والدال وتاء. منهم. من من مين? طرف. ومن عليا الثناية. عط. ادأت. لما اخفي النون عند هذه الثلاثة. اقرب طرف لساني جدا من المخرج. لكن من غير اغلاق. يعني من غير قرع. انتبهنا كيف? يعني ما نقول من دوني. اسمعوا الخطأ. من الان. انا شو عملت? قرعت بطرف لساني مخرج جدا. وانما نقول من وين طرف اللسان? قريب جدا. نبه على هذا شيخ مشايخنا رحمه الله. ابن البنة الدمياطي. العالم المصري الجليد صاحب كتاب. اتحافوا ضلاء البشر في القراءة. الاربع عشر. قال وليحذر القارئ عند اخفاء النون. عند الطاء والدال والتاء. من إلصاق طرف اللسان. فذلك خطأ. وطريق الخلاص منه تجافي طرف اللسان عن ذلك الموضع. وطريق الخلاص منه تجافي طرف اللسان عن ذلك الموضع. وهذا بيفعلوا المشايخ يعني. اسمع الحصري اسمع عبدالباصي. تجد هكذا. من دون الا من تاب. ولا يقولون من تاب. بالارصاق هكذا. مثلا. وانطلق الملأ. واللسان مهيئ على الطاء لكن ما هو ملاصق. والطاء. فلما تصل الى الطاء. شو بتعمل. تقرع المخرج. وضح يا اخواني. انا اقول هذا الكلام لانه في ناس موجودين على الساحة. بيقولوا من تاب من دوني. وانطلق. شو بيعملوا يعني. هذا مخالف للمتلقة ومنصوص في كتب ساداتنا. من تنتهي اسانيدنا اليهم. انه يجب مجافاة طرف اللسان عن ذلك الموضع. ايضا لا تركبونا طبقا عن طبق. نعم. المنزلون. المنزلون. ها شايفين؟ منزيل. لما نصل للزاي نضغط. والحرف الاخير حرف الفا. انظروا هذا الحرف خطير شوي. لان بعض اخواننا بيبالغوا في قرع الشفة السفلة باسنانهم العليا. بيلك. وفي هذا الخطأ طبعا. وفي ام فوسيكم ام شو بتلقي عم يعمل. عم يضرب الشفة السفلة باسنانه العليا ضرب. وبالتالي شو عم يعمل. عم يغلق المخرج. عم يغلق المخرج. فتنوبوا الاسنان العليا. منابس شفة العليا. في ايش؟ في القفل. واذا الصوت يكاد يكون مين؟ كأنه يقول وفي ام فوسيكم. تبعنا. اسمع الخطأ. وفي هذا الخطأ ها. وفي ام فوسيكم. الان انا باسناني بس باسناني. مو بمو شفة. وفي ام فوسيكم. الصواب. وفي ام ام اطراف اسناني العليا. عنده الشفة السفلة. لكن من غيري ضغط. الضغط امتى بيبدأ عند فو. لما بدك تنطق الفا. وفي ام فو. فو. لما بتقول فو عند اذن طبرة. وضح. هذه هي حروف الاخفاء. ولا بخي شوي. من تفوت او من تفاوت. شرحناها لما تكلمنا على التاء. ومن ضوض اينا من ضوض ايضا نفس الموضوع. الضاء انظر. طيب. معنى كون الاخفاء حالة من اللي ظهر واللظام شرحناها. اليوم. هذا مكرر. المطلوب. هاي بتكن تنتبهوا لي عليها شوي. المطلوب وعمله عند النطق بالنون المخفى. واحد. تهيئة الفم على مخرج الحرب في الآتي. المثال الموجود هنا. اخفاء النون عند مين? عند التاء والدال. لاحظ بان طرف اللسان لم يلتصق بمين? بمنبة الثنايا. الامر الثاني غير التهيئة. يصاحب ذلك غنى كاملة الطول من الخيشوم. شوف. شايف هذه الغنى اللي عم تطلع? ولاحظ ان الطريق الفموي مفتوح. لكنه ضيق. لذلك شو عم نسميه? صويت. الصوت منين عم يطلع? من الخيشوم. هذا اغلب الصوت. وفيه صوت ضعيف لكنه موجود. الصوت الفموي ضعيف لكنه موجود. وضح اخواني. نعم. يصاحب ذلك غنى كاملة الطول من الخيشوم. ويصاحبه ايضا صويت من الفمي. شو سببه? بسبب عدم اغلاقي او انغلاقي مخرج النون اللي هو الجزء اللي ثاني. إلا في القاف والكاف ليه? لكمالي لانغلاقي عندهما. لكمالي لانغلاقي عندهما. شايف الصوت الفموي? او الصويت بالاحرى? عملنا باسهم صغيرة حتى يفرق بين وبين الصوت الخيشوم. هذا اسهمه كبيرة. وهذا اسهمه صغيرة. شكل الفمي عنده نطقي نور المغفاة قبل الكافي. قبل القافي والكاف. شايف? لاحظ بانه اقصى اللسان. هاي مثلا مثالها من قبل. شايف كيف اقصى اللسان قافي للمخرج? معنى شو بخي من الصوت? بسبق يتلغنى. بس لاحظ انه لسان المزمار راجع لورا. لاحظ التضيق اللي حاصل في الحلق. بخلاف الكاف. شوف الكاف? شوف قديش عريضة? بينما القاف شو? ضيقة. طب هنه من هون عم يجي التفخيم. من قاب. لانه التفخيم سببه امران. تصحد اقصى اللسان ورجوع لسان المزمار وتضيق الحلق. هذان الامران مجموع وهما سبب التفخيم. بالقاف والكاف هذان الحرفان. طبعا اقول الكاف ما هي مفخمة. بالنسبة للقاف. لسان الشو اسمه? اقصى اللسان سادد الطريق تماما من الناحية الفموية. شو بقي عندي? الناحية الخيشمية. لكن لسان المزمار راجع. فهذا هذا جزء من التفخيم. وضح. من قاب. من قابل. ان كان زمال وبنين مثلا. ان كا. وضح يا اخواني. كذلك امر بالنسبة للكاف شايف? اقصى لسان سادد المخرج بالنسبة للكاف. والصوت كاملا من فين عم يروه? من الخيشم. واضحة الصورة. تنبيه. يكون صوت النون المخفات مفخما ان جاء بعده حرف مفخم. نحو من قبل منصورة. ويكون صوتها مرققا ان جاء بعده حرف المرقق نحو ان كان الانسان. علامة اخفاء النون الساكنة هي تجريد النون مع عدم التشديد. مثل مين? الاضغام الناقص. علامة اخفاء النون في التنوين في ضبط المصحف. تتابع الحركتين مع عدم التشديد. ايضا مثل مين? الاضغام الناقص. شوف ماء السجاجة. الحركتان متتابعتان والساء شبهة غير مشددة. شيء شهيد. الحركتان متتابعتان والشيء غير مشددة. ابرز الاخطاء التي تحدث عند نطق النون الساكنة والتنوين. اولا اظهارهما عند احرف الاضغام والقلب والاخفار. هذا خطأ. ثانيا اضغامهما في الواوي والياء من غير غنى. كما زكرت لكم. يعني كثير من الطلبة. شو يقولوا؟ مي ولي ولا نصير مي. هذا اتى باضغام ولكنه فاته ايه؟ الغنى. الامر الثالث ترك فرجتين بين الشفتين عند قلبهما ميما مخفى وهو أمر محدث كما أسلفنا أربعة جعلوا الفم على هيئة واحدة عند أحرف الإخفاء جميعا هاي اللي شرحت لكم ياها منتشرة بباكستان وببانجلاديش وبالهند خمسة تطويل زمن غنتهما زيادة عن المطلوب الغنة أخواني لها زمن ما بصير الواحد يعني يجيب على زوءه انتبهنا ما في على زوءك في مقدار منضبط علينا جميعا أن نلتزم به إخفاؤهما عند الغن والخاء في غير قراءة أبي جعفر هذا يعتبر خطأ عند أبو جعفر ما هو خطأ لكن عند غير أبو جعفر خطأ مثلا يقول أجر غير وإن أجر غيره شو الآية الكريمة لهم أجر غيره أجر غيره ما بصير يقول أجر غيره شو بنت يقول أجر غيره بالإظهار من خير من خير كما هي عند أبي جعفر علينا أن نقول ماذا من خير هذه هي أحكام الميم الساكنة وأحكام النون الساكنة بقي عندنا قياس أزمينة الغنن قياس ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر